نروح دلوقتي الخبر هيمنى كلنا بقى يعني مترجمين وغير مترجمين والمهتمين بزيارات او المزارات السياحية هيخص الكل لاننا مع فترة تغيير الفصول وحالة التقص هيئة الارصاد الجوية حذرت سكان المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الواجه البحري والسواحل الشمالية من نتيجة اضطراب حالة التقص وحدوث حالة من عدم الاستقرار هكون مستمرة لمدة 48 ساعة طبعا 48 ساعة اللي جايين في تحذير بخصوصهم انه يكون نتيجة وجود نشاط كبير في سرعات الرياح الشمالية الغربية هتصل ل70 كيلو متر في الساعة هيكون في ارتفاع في حركة الامواج لحوالي 4 متر ده هيعوق الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط لمدة 48 ساعة متواصلة عشان كده لازم ان يكون في ناخد بالنا بقى بخصوص حركة الملاحة والبعض اللي لسه يعني ممكن يكون بيروحوا من عملية التنزه نفسها ده تحذير هيئة الارصاد الجوية واحنا عموما بنكون في متابعة مستمرة معاكم